موسيقى اليوم رح نكون معكم ضمن حلقة خاصة في برنامج لكي بمناسبة انتهاء عام 2018 وبداية عام 2019 البداية رح تكون مع بانوراما 2018 واللي رح نستعرض فيها معكم أبرز المشاهد اللي مرت على وطننا يعني ما نذكر انه بعضها كان حزين أدمى قلوبنا وبعضها زاد من تكاتفنا كأردنيين والبعض الآخر زاد من فخرنا واعتزازنا بإنجازات كبيرة في عام 2018 أثبت الأردنيين مرة جديدة على تحضرهم وتكاتفهم وحبهم لوطنهم وإحنا اليوم حدين نستعرض معكم بعض هالمشاهد موسيقى 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 في عام 2018 تكاتف الأردنيين بالعديد من المحطات والمشاهد في عام 2018 أثبت الأردنيين مجددا أنه ولا حدا بقدر يمس بوحدتهم الوطنية وتكاتفهم قيادة وجيشا وشعبا فضربوا مثال حضاري في محيط الدوار الرابع واللي عرف بإضراب الأردن في أواخر شهر أيار الماضي واللي أدى إلى استقالة حكومة الدكتور هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة موسيقى 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 تكاتف الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم وأجهزتهم الأمنية برز أيضا في شهر آب الماضي عندما قامت يد الغدر والقوة الظلامية الإرهابية بعمل إرهابي جبان استهدف دورية مشتركة من قوات الدرك والأمن العام في مدينة الفحيص وقامت على إثرها الأجهزة الأمنية بمداهمة أمنية في مدينة الصلط أسفرت عن استشهاد أربعة من مرتبات قوات الدرك والأمن العام موسيقى 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 المترجم للقناة في شهر تشرين الأول الماضي كان الأردنيين على موعد مع فاجعة البحر الميت اللي أدمت قلوبنا جميعا وجمعتنا على قلب واحد من أقصى شمال الأردن إلى أقصى جنوبه كارتي طبيعية أدت إلى استشهاد 21 شخص معظمهم من الأطفال أسرة برنامج ليكي زارت أحد الأطفال الناجيين واللي هو الطفل عمر سائد لصعوب واتمأنت على حالته الصحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفي عام 2018 رحل لعنا العديد من رجالات الإعلام والثقافة والفن في الأردن منهم الكاتب الصحفي فهدي الفانك اللي رحل عنا بعد معاناة طويلة مع المرض في شهر آذار الماضي وأيضا الفنان الأردني ياسر المصري اللي رحل عنا جراء حادث سير مؤسف في شهر آب الماضي وكمان الفنان الأردني يوسف يوسف اللي فارق الحياة في كانون الأول عن عمرنا هز 72 سنة ومن الشخصيات الإعلامية اللي فارقتنا في عام 2018 الزميل سعد السلاوي اللي فارق الحياة في الأول من أيلول بعد معاناة طويلة مع المرض الزملاء طلال عبد الله وأنمار هارون أعدوا تقرير لبرنامج صح صح في ذلك الوقت عن مسيرة الإعلامي الراحل سعد السلاوي خلينا نتابع السيد سعد مأمون يونس السلاوي وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الثانية درجة التعاطف والمساندة هاي اللي بتخليك دولها يعمل مألة هموتها اللي بدري يعني مكيه بالنموتها آخرتها بس مش علّة اللي هنا شوية لقدام عن عمر نهز العمل الصحفي الجاد رحل الزميل سعد السلاوي في لبنان لفظ أنفاسه الأخيرة لم تصعفه الأقدار لربما ليودع الأهل والعائلة والأصدقاء ولكنها مسيرة حياة الإعلامي لا يعرف أين ومتى تحين لحظة الوداع أنا الذي كنت أصرعه كل يوم مكثت سبع شهور لا أتحدث أبداً بدأ سعد مسيرته المهنية كمراسل صحفي لعدة وكالات أنباء عربية وعالمية نقل إلى العالم عبرها أخبار الأردن وجاب مدناً أخرى حول العالم بحثاً عن خبر هنا وآخر هنا حواراته عرفت طريقها إلى مكاتب العديد من الزعماء والرؤساء والملوك والقادة عرفته الشاشة محاوراً جريئاً وصحفياً متميزاً ارتفاع أسعار المحروقات أثر على الجميع حتى إحنا يعني جلال سيدنا ومشويرنا في العربية صار الوحد يحسنها بالتعريفة كيف بده يطلع وبده يروح وبده يجي علشان يعبه السيارة فتدرج في مسيرته الإعلامية ليشق طريق نجاحه بنفسه واصلاً في نهاية المطاف إلى العمل كمدير لمكتب إحدى القنوات الإعلامية العربية في العاصمة عمان هذا البرنامج الذي سنطل فيه عليكم في كل أسبوع فأهلاً وسهلاً بكم في المملكة الأردنية الهاشمية في منزل صغير في جبل الجوفة ترعرع سعد عرفته حارات الجبل أصغر إخوته طفلاً مشاكساً وكأنه كان يعرف بأن مهنة البحث عن المتاعب بانتظاره اشتد عدو ساعات فدرس في الكلية العربية إلى جانب عمله في وزارة الصحة وجريدة صوت الشعب انطلق بعد ذلك إلى ميادين الصحافة في العام 1985 فعمل في جريدة الرأي مثابراً وواثقاً بخطواته التي كانت تشتد على إقاع موسيقى المسيرة مؤمناً بأن الصحافة مهنة تسقل في الميدان لا في أي مكان آخر أنا بعد من أنت كنت كأخراسة بصرع فيه ما كنت أخشى الموت لأن الحيا والمور في رب العالمين وأنا أخليت عرب في فلسطين مثلاً في العراق والحروب التي تمت في العراق في البنان لم يكن سعد ليعلم بأن هذه الحنجرة التي لطالما حاورت ونقلت الأخير سيضربها المرض اللعن لم يكن ليعلم بأنه سيفقدها وستصبح ذرات الهواء الخارجة من رئتيه مصدراً لصوته الذي أحببناه كما كان سعد السيلاوي مركز تلفزيون الشرق الأوسط الجزائر سعد السيلاوي MBC عمال العربية بغداد سعد السيلاوي العربية من مطار الشهيد رفيق الحريري بيروت العربية بونتريال وكما أصبح لاحقاً كل منها سلة الصوت طبعاً بجوز تقولش زي زمان ممكن تكون مزعش لأنه عبارة عن لبدبات أواء لكن لا أهم ما أنك تسمع صوتي أنا مش مغني أنا صحبي اسمعني ماذا أقول اسمع رسائلتي سعد السيلاوي الإعلامي الذي أثنى عمره دون أن يأبها لمخاطر مهنة الصحافة الأب الحاني الذي تعلقت به عائلته الصغيرة وأحبته أسرته الإعلامية والصحافية الكبيرة مجموعة MBC ممثلة برئيس مجلس إداراتها وليد إبراهيم وكافة العاملين بها الذين أعلمهم النبأ يتقدمون بأحارة تعازي والمواساة لعائلة زميل الراحل سعد السيلاوي والذي عرف بمهنيةه وتفانيه طوال حياته المحاور والمراسل الذي نقل الأخبار على الرغم من مخاطر الحروب لم تشأ له الأقدار أن يقضي في الميدان بل في مكان آخر هنا بالقرب من عاصمته التي أحب أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وداعاً سعد كلمة سنرددها ونقبل فيها التعازي كعائلة لسعد من الإنجازات التي شهدها الأردن في عام 2018 هي تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني بن حسين جائزة تيمبلتن في تشرين الثاني الماضي تقديراً لجهوده في حماية الحريات الدينية والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحماية الحريات الدينية موسيقى 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 سبباً يمجحيساً أن تعتقد أن المؤمن في مدينة مكتابة من نفسه يمكن أن تحديث مختلفة، تصبح مختلفة، ومعثل معاقبات ومعاقبات ومعاقبات. سبباً يجبه يمجحيساً في قناة مختلفة مختلفة، ومعاقبات ومعاقبات ومعاقبات. هناك بعض الملحات لعبارة ومساعدة ويوجد من الملحات من هذه الملحات هو الملحات لذلك الملحة الملحة ويجب أن يكون هناك مرحبا ويجب أن يطلب منه لكي أمدالله لأنه لكي أمداله هذا الحمد يأتي بالنسبة لذلك لا أحد أفضل أكثر من عبدالله يجب أن يحصل على هذه المعارضة لقد كنت أصدقائي لقد كنت أصدقائي ومعادي في اليوم الآن لقد أحاول ما يبدو أن يبدو في نحن وفي نحن وفي نحن العالم يا مجلسي، أقرأيكم على هذه المعارضة ونحن لديك جزء في كل مدينة مدينة ولكننا نحن 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 ونحن نحن 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 بسم الله الرحمن الرحيم للأزياد من تلك كل شعالك أنه ما يكون يؤمن بي خ 용ني بما أفعل لها أجل وما أعلم بش cũ سنرفع هذا المسلم والسلام عليكم dedication بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم ألعب 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 قت Hele لديه أحمر لديه كالإع algun ربي ربي من قرار ربي ربي تحليل على زعوة حينما بدأت حينما تجري في الأولوبة فلث يزاركون حينما بأنبارات نهاية البطنع محمد قد محمد على بيسارة أولاً للحرصة الأولى علاوة حينما باسمًا miejscاناً قد ي سابرات على زعوية لغاية تلكمها باسترى بيزعليان كبيراً وما يتبعوه فري также أصبع مباركة وما زيادة أولاً شهر سيطر أثناء المشتر المترجم للجردانية تقريبا جديدة المترجم للحوال في جوان المترجم للغاية و الملحب في الجردانية والغاية على كل محالات تفاية الإسلام على هذه المالجنات مقيمة تحت أن نضيفنا ونفقنا نجد هذا ليس ليس لألمنا و ليس للم يجب ولكن ليس من الله وما تنسى بجانبنا أن يترك رؤية النفاق والمواطنة كنت تحرير في اليوم ونحن السيكون للتحرير الوصف أعلان أهم هذا السبوع أعلمون أنم في وجودما وغيرم كل أهلاك والسلام في الأول إنه جدًا لكل أجد أن يجب أن يتقنون أن ترغب لأن هذاISك وهذا السبب وثيران كان السبب وإنهار أنه يتقنون أن نينية موسيقى المقاطق يتعي cultivate republican الملتقائي والد�� أي وحيائجيا حيث المصطف حيريرها مجال ي تركيش ك 콘عرير في الإحليان الاعتراف للـ الأنجام قد يجب أن يوجد أي وضع لا مهنك من كبير ت Latinية معها ممن hablar لنمن الم من قبل تلف العلوي زمانة تعريفية الجلسلسللية وما سوالها من المناسة، لأن بمية الائساتي في الحلق assemble والسلام. والالم من الوطن يتعالى المساديات والحلقة في المتعلقة في اليوم والمدرجة. وعندما يتعالى المساديات المنطقة والسلامية في الوطن والمتادرين For those who say, our Lord is God, and then follow the straight path, there is no fear, nor shall they grieve. And the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, said, whoever believes in God in the last day, let him behave with excellence and virtue, ihsan, towards his life. It is time to do all we can to maximize the good in our world and bring people together in understanding. But it begins with the struggle, the jihad within ourselves, to be the best we can be. And it's been said that all it takes for evil to prevail is for good people to do nothing. But together, God willing, we can achieve something important. We can create the future of coexistence that humanity so desperately needs. Let us keep up the struggle. Thank you. ومن الإنجازات التي شهدناها في العام 2018, إعلان جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عن انتهاء العمل بملحقي أراضي البقورة والغمر. بجزء الموضوع الذي يدور الحديث حوله بشكل كبير في هذه الأيام هو موضوع الغمر والبقورة. وهذا الموضوع على رأس أولوياتنا من فطرة طويلة. توجيهاتي للحكومة من البداية كانت إنهاء الاتفاقيات التي سمحت لإسرائيل باستخدام هذه الأراضي. طبعا تم تنفيذ هذه التوجيهات واليوم تم إعلام إسرائيل بهذا القرار الأردني وهو إنهاء هذه الاتفاقيات حسب ملحق اتفاقيات السلام. الغمر والبقورة أراضي أردنية وستبقى أردنية نمارس سيادنا بالكامل على أراضينا. ومن الإنجازات اللي شهدها الأردن في عام 2018 هي إطلاق أول قمر صناعي مصغر في الثالث من كانون الأول. خلينا نتابع. هذا هو حسين بن عبدالله من جوردان. السلام عليكم. كما أتحدثكم معكم بإمكانكم في نفس جوردانية سيطرة نانو ساتلائت. هذا المسجل من حيث يسأل لكم مني ومن جوردانيين. طبعاً إحنا في برنامج لكي تبعنا هالحدث الكبير واستضفنا الدكتور رائد مصلح أحد الخائمين على هذا المشروع اللي حكالنا عن تفاصيل المشروع وكيفية تنفيذه بأيادي أردنية. كيف كانت مشاعر الطلاب إذا أنت كنت معهم لحظة إطلاق القمر؟ يعني إيش كانت ردة فعلهم؟ إحنا كنا نستنى. إحنا من الصبح صراحة عرفنا أننا سيكون لنشي اليوم وكنا نتبع دين الموقع التي حيطل قمر الصناعي نفسه في الأطلقة سبيس إكس كانت أصلاً وكان حطين يوتيوب وديت راكت بينت مايبتين أصلاً أصلاً وكنا كنا نستنى وعننا عملينا شيء نعملنا قروب أو الواتساب صراحة في مؤسسة إلى أحد أصلاً لأنها تفاصيل الطلاب فكنا نتبعوا صراحة نفسها نشوف متى سيطلع وين سيطلع فكانت قد يعني صراحة كان إنجاز كان هناك سعادة يعني يكيد في عيوهم كان إنجاز الحمد لله سوينا شيء وطلع وإيش نفتخر فيه صراحة كلنا نفتخر فيه عن جد أما إحنا في برنامج لكي فحاولنا على مدار أربع أشهر بثينا فيهم أكتر من ستين حلقة إدخال البهجة والسرور والفرحة وأيضاً المعلومة المفيدة إلى منازلكم ومن ضمنها كانت حلقات خاصة تناولت مواضيع متعددة منها كانت حلقة خاصة بتوعية بسرطان الثدي وضرورة الفحص المبكر لسرطان الثدي وأيضاً حلقة خاصة بمكافحة التدخيل وكمان حلقة خاصة بفاجعة البحر الميت وغير هالعديد من الحلقات اللي قدمناها وبنمعدكم أكيد بسنة 2019 إنه إحنا نكون مستمرين معكم ونقدم لكم العديد من المواضيع والملفات وخصوصاً المتعلقة بالمرأة الأردنية